بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهورينادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال ألف مبروك الفوز مبارح 3-0 فوز النادي الأهلي في كرة القدم على طبعاً فريق نادي الزمالك في مباراة الحقيقة إحنا يعني يعني مش بس المكسب هو الحلو لا كمان الأداء الأداء كان حاجة جميلة جداً جداً والحقيقة أنا منتظر الحلقة بشكل كبير عشان يعني مبرح وانا بتفرج على المباراة يعني كليلة بعض القراءات زي ما تعودنا مع بعض في برنامج الأبطال طبعاً ما بنقدرش أبداً نخفل عن كرة القدم مع شقة الجماهير يعني وانا على مستوى الشخصي وكل فريق العمل احنا في الأول والآخر جمهور جمهور كرة وبنشجع كرة يعني في أي وقت ففي بعض القراءات زي ما تعودنا بالنسبة للفوز الفوز مش بس عشان التلتة بونت اللي خدناهم كنقطة مهمة من نقاط الدوري الممتاز ولكن ليه مكاسب كتير جداً جداً مكاسب معنوية قبل ما تكون مكاسب في أرض الملعب مكاسب اللي انت بتثبت بيه حاجات كتيرة جداً حاجات يعني أمور كتيرة جداً المكسب ليه معنى مش مباراة مبرح مش ببطولة والنادي الآن دايماً بيفرح بالبطولات ولكن المشاط بالنسبة لنا هي خطوة مش أكتر ولا أقل سواء كان من المنافس ولكن أنا عايز أتكلم عن بعض القراءات هبتديها مع اللاعبين أنا بس دايماً مش هتكلم فنيات كابتني وكابتن كرة القدم في القناة يتكلموا عن كل ما يخص الفنيات ولكن أنا هتكلم عن أمور تتشابك في كل الألعاب وكل الرياضات هتكلم عن أربع لعبين الحقيقة أنا من نفسي بتعلم وبخلي حتى أولادي يتعلموا منهم يقولولهم بصوا اللعبة دي فيه من تالتي فيه فكر يتعلم منه أنا هبتدي الكلام عن علي معلول الحقيقة علي معلول عمرك بتلاقيه غير لعيب راجل في الملعب بيبقى تعبان ومجهد وخلي بالكوا المركز اللي بيلعب فيه بياخد الملعب بطوله وعرضه رايح جاي على اللاين ما بيقفش سواء دفاعاً أو هجوماً يعني المراكز الأولايلة بتدافع وتهاجم في أرض الملعب بتلاقيه دايماً راجل حتى لو في فترة من الفترات مستوى تهز بيحس بدا وبيشترع نفسه عشان يرجع تاني عشان دايماً جمهور النادي الأهل يشوفه في أحسن حاجة